نشرك معنا أيضا في الحديث من القاهرة بشير عبد الفتاح الكاتب الصحفي والباحب بمركز الأهرام للدراسات مرحبا بحضرتك معنا في هذا النقاش المؤشر الآخر الذي أشار له السيد طاها هو المتعلق بالانتخابات البرلمانية وحصول العدالة والتنمية على الأغلبية هل هذا ينعكس أو يترجم على الانتخابات الرئاسية أيضا وجولة الإعادة؟ تحية لكم وللضيف الكريم من إسطنبول وتحية لكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية في كل مكان إذا كان هناك تزامن ما بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما هو الحال في تركيا غالبا تنعكس نتائج الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية لأن الناخب التركي غالبا ما يلحظ ويتابع نتائج الانتخابات وهناك شريحة مهمة من الناخبين الأتراك تتراوح ما بين 15 إلى 20% من المترددين الذين لم يحسموا أمرهم الانتخابي أو التصويتي ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية ومن غير المؤدلجين ليس لهم أيديولوجية أو فكر معين يحكم توجههم السياسي هؤلاء ينتظرون ويمنحون أصواتهم للطرف المنتصر أو الغالب أو الذي يميل إلى أن يكون هو الغالب أو المنتصر ومن ثم إذا كانت نتائج الانتخابات البرلمانية قد صبت في مصلحة تحالف الجمهور الحاكم بقيادة الرئيس أردوجان أعتقد أن العشرين بالمئة المترددة قد تتجه إلى توجيه أصواتها نحو تحالف الجمهور في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أيضا من يمتلك أغلبية البرلمان يشعر بأريحية في الجولة الثانية على اعتبار أنه كسب نصف السباق السياسي خصوصا وأن كملك الإجدار أغلو على سبيل المثال وتحالف الأمة وعد الناخبين بأنه سيعيد البلاد من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني لكن هذه الوعود تبددت وراحت أدراج الرياح بمجرد خسارة تحالف الأمة المعارض للبرلمان لأن البرلمان هو الجهة المخولة بتعديل الدستور والعودة من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني مجددا معنى خسارة البرلمان أي ضياع هذا الأمل بالنسبة لتحالف الأمة ومن ثم تناخبون كثر كانوا يصوتون لمصلحة تحالف الأمة عملا في الوصول إلى هذه الغاية وهي العودة إلى النظام البرلماني أما وقد عرفوا أن هناك استحالة في تعديل الدستور والعودة إلى النظام البرلماني فلن يصوتوا مجددا لصالح كمالك الإجدار أغلو وتحالف الجمهور في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وها هنا يبدو تأثير الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية طيب أستاذ بشير أيضا نقطة أخرى فارقة في هذا الأمر وهي النسبة التي فاز بها سينان أوغان وكان يتحدث عنها السيد طه أيضا ما هي توقعاتك لهذه النسبة تتجاوز 5% إلى من ستذهب؟ الغريب أن سينان أوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لم يكن له وجود ولم يكن له حضور حتى أن المتابعات الإخبارية للجولة الأولى من الانتخابات لم تكن تركز عليها على الإطلاق كان الحديث عن رجب طيب أردوجان وكمالك الإجدار أغلو لكن نتائج الجولة الأولى جعلت من سينان أوغان نجما وصانعا للملوك في الجولة الثانية هذا الرجل القومي المتشدد الذي انسلخ عن حزب الحركة القومية القومي وبدأ يميل إلى تشكيل تحالف آخر وتحالف الأجداد خاض به الانتخابات الرئاسية حصل على 5.4% من الأصوات أي ما يعادل ما بين 5 إلى 6 ملايين صوت أصبحت الآن لها قيمة كبيرة خصوصا وأنها تستطيع أن ترجح كافة ناخب أو متنافس كأردوجان على كمال كليشدار أغلو أو العكس الآن يسعى كل من أردوجان وكليشدار أغلو للتقرب والتودد إلى سينان أوغان من أجل الحصول على هذه الأصوات أو أكبر قدر منها على الأقل بالأمس القريب التقى أردوجان بسينان أوغان وذهب إليه إلى مقر عمله ومكتبه والتقى معه وتباحث معه في كيفية التعاون والتنسيق فيما بينهما مشكلة أردوجان هي قضية اللاجئين أردوجان نجى من فخ التحالف مع الأكراد وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي يمقطه سينان أوغان كثيرا ويعتبره داعما للإرهاب أردوجان راهن على هذا الأمر باعتبار أن عدم تحالفه مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يجعله أقرب إلى سينان أوغان إلى جانب أن أردوجان متحالف مع حزب الحركة القومية ودولة باشلي صحيح أن دولة باشلي مختلف مع سينان أوغان لكن في نهاية المطاف هم ينضوون تحت مظلة الطيار القومي ومن ثم يمكن لدولة باشلي أن يلعب دورا في التقريب ما بين أردوجان وسينان أوغان الأمر الثاني ونقطة الخلاف المركزية الآن هي اللاجئين أردوجان ساعد ومهد السبيل لدخول قرابة عشرة ملايين لاجئ ونازح ومهاجر إلى تركيا وهذا يغضب سينان أوغان كثيرا لأنه يعتبر المهاجرين واللاجئين عبءا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وأيضا قوميا على القومية التركية التورانية ومن ثم يناشد أردوجان بالتخلص من أولئك اللاجئين أردوجان وعده بأن ذلك سيتم على نحو تدريجي وبما يتناسب مع الأوضاع القانونية المحلية والدولية وبما يحترم تفاهمات تركيا سواء مع الاتحاد الأوروبي أو لنظام الحماية المؤقتة الممنوح للسوريين